اليوم مقارنة بين جهازين حلوين كثير وكثير انطلب مني مقارنتهم بالسوق اللي هنين جهاز Y9S وجهاز Y7B بينهم نفس المعالج تقريبا نفس الأداء نفس المواصفات وفرق في السعر ما يقارب 80 دولار طيب شو الفروقات تابعوا معنا الجهاز Y7B نزل حاليا بالأسواق وناس محتارة بين Y9S وبين Y7B اين هو أفضل و اين هو أحسن Y7B جهاز حلو بس في بعض الميزات هواوي قررت تساويها وتنزلها وتخفض بالسعر لحتى تقدر تنافس بالفئة البسيطة او الفئة الاولية مثل ما بيقولوا يعني هنا ثلاث فئات الاجهزة بين فئة اولية وفئة متوسطة والفئة الفلاكشيف الفئة الاولية هواوي كثير قررت تنافس فيها ماذا نحكي كثير بداية ال Y9S جاي جهاز اطاره من الألمنيوم وخلفيته من الزجاج مع بصمة من على الجناب الجهاز سعره بحدود 225 دولار بينما Y7B سعره 155 دولار طيب فرق منيح بالسعر بين 80 دولار ليش هالفروقات هاي ليش هال الكمية الكبيرة تدفعها بين الجهازين ونمواصفاتهم قريبة رح نوضح لكم هذا الشيء من خلال الفيديو ال Y9S جاي جهاز اطاره من الألمنيوم والخلفية من الإزاز ماتيريا للصناعة تبعيته أفضل بينما Y7B جاي جهاز من الاطار بلاستيك والخلفية بلاستيك هناك الكثير من الناس لم يأخذ دعا بهذا الموضوع ومفكرة أنه الخلفية من الزجاج وأنه جهاز جاي بالفئة الأولية وخلفيته الزجاج والأول مرة هو فعليا خلفية من البلاستيك وصرحت هذا الشيء هواوي فقط يعني عاطيه لون حلو وهذا بتخدعها وشكلها جيد كثير كثير فقط هي بلاستيك وخلفية من البلاستيك يعني أزويع منك الجهاز رح ينكسر خلافا عن ال Y7S اللي هو أزويع ممكن ينطعج أو ممكن يسبب خدش بس يعني حماية للجهاز أكتر فالماتيريال أكتر وهي أحد الأسباب اللي تخلي جهاز ال Y9S أغلى من ال Y7B ناهيك عن أنه مثلا الجهاز الأليبنيوم حيكون يعطي حملة باليد حلوة بينما ال Y7B رح يكون خفيف باليد تحسوا الجهاز يعني بين من الفئة الأولية بس جهاز ما نوسيق بالعكس جهاز كثير رائع وجاي يكون بالحديث جهاز ال Y7B جاي بحجم شاشة 6.39 بدقة شاشة HD ب 269 كسافة للشاشة بينما ال Y9S جاي بشاشة 6.59 كبيرة نسبيا وحلوة ومستغلة تقريبا كاملة للشاشة بس بدقة 391 BBI و Full HD Plus هذا الشي بيعطي شاشة جمالية يعني بيعطي الشاشة تكون أحلى ألوانها أحلى شكلها يعني ألوانها مشبعة بينما شاشة ال Y7B حما تكون ضقتها زيئة يعني راح تشوف هذا الفرق انت بين شفت الجهازين أو مسكت الجهازين أو قارنت الجهازين راح يبين معك الفرق من تلعب مثلا بالألعاب بالوبجي راح يكون ضقة ضعيفة ما نهم وريحة للعين مثل أجهزة السوبر أموليت مثلا أو حتى ال Y9S اللي بتعطيك كسافة أكتر تعطيك ألوان أكتر تفاصيل أكتر بالصور حتى بالدقة حتى بالألوان حتى بالألعاب بتصفح بأي شيء تاني ننتقل للشيء التاني اللي بيعطي نقطة إيجابية لل Y7B اللي هو المعالج معالج كرين 710F معالج قوي جدا معروف من هواوي ومستخدم من قبل بأجهزة هواوي ومجرب وموجود بجهاز Y9S اللي نحن نقارنه معه حاليا فأنت من تشتري Y7B في معالج Y9S نفسه موجود بY7B فأنت بالمعالج فعليا نفس المعالج ننتقل لموضوع الرام الرام Y7B 4 جيجا رام 4 جيجا رام مجيد كنا نشوف بالY7 والإصدارات القديمة اللي هي كانت تأتي 3 جيجا رام بينما هذا الجهاز حاليا نصبنا نشوف الأجهزة البسيطة برام 4 جيجا بينما ال Y9S جاي برام 6 جيجا طبعا أفضل بيكون بالأداء بالاستعمال بالبوبجي بالألعاب بأي شيء تاني عم يكون أفضل من ناحية الأداء فأنت يعني هذا الشي بيرجع لك بخياراتك أي شيء تختار بتحب ال Y7B أو ال Y9S طبعا ال Y9S بيجيب زاكرة 128 جيجا وهذا بيعطينا قطة إضافية بينما ال Y7B 64 جيجا وال 64 جيجا جيدة ما انها سيئة طبعا بيدعم شريحتين وكرت زاكرة مثل ال Y9S بياخد خطين وكرت زاكرة وهذا الشي يعني جيد بالنسبة للتنين قطر تضيف انتك كرد زاكرة 64 جيجا ففيك تستغني عن موضوع الزاكرة موضوع الرام انت بتختار يعني ممكن يكفيك الاحتياجاتك 4 جيجا رام أو ممكن تدفع مصاري زيادة وتاخد ال Y9S ب 6 جيجا رام ننتقل لموضوع البصمة بصمة ال Y9S جاي على الجنب على اليسار وبينما بصمة ال Y7B من الخلف اتنين هم في بصمة اتنين هم موجود اتنين هم سريعة صراحة لم ترى اي فرق جربت ال اتنين البصمتين سريعين و اتنين جيدين ما في اي فرق بيناتهم بس في اختلاف انه واحدة على الجنب واحدة من الخلف يعني و اتنين هم رائعين ما فيهم اي مشكل ننتقل للكاميرات وهذا الشي كمان ال Y7B بيعطي ميزة زيادة وهو انه كاميرات ال Y7B وال Y9S نفسها 48 ميجابيكسل اول كاميرا ثاني كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل وهي تعطي الزاوية العريضة والكاميرا الثالثة 2 ميجابيكسل لتأثير العمق فهنا الكاميرات نفسهم فعليا بالجهازين فانت بتاخد نفس المعالج ننتقل لموضوع البطارية البطارية حاليا نحن نشوفها بالاجهزة المتوسطة اغلبها يعني ما صارت تعتبر كتير ميزة بال Y7B اللي هي 4000 ميلي امبير يعني فئة ال Y7 من ال Y7 2018 مثلا او فون 2019 كانت البطاريته 4000 هلا نزل الجديد كمان 4000 ميلي امبير ال Y9 4000 ميلي امبير صارت اغلب الاجهزة 4000 ميلي امبير وال Y9S 4000 ميلي امبير ففعليا كمان انت عم تاخد البطارية نفسها فما في اي فرق من هالناحية ننتقل الموضوع الثالث موضوع الشحن جكة الشحن الموجودة ب Y9S type C بينما الموجودة بجهاز Y7B Micro USB 2.0 طيب في فرق بس بسيط ليش؟ لانه الجهاز ما بيدعمه شحن سريع سرعة الشحن فيهم 10 واط يعني انت عند شحن بهاي جكة وبهاي جكة نفس الشحن لو كان الشحن ال Y9S سريع بيقول لك ايه؟ نعطي نقطة لل Y9S بيشحن بسرعة اكبر بس ما بيعطي نقطة هذا الشي اذا جهاز هذا نفسه بيشحن نفس السعر هذا نفس الشي فنفس سرعة الشحن نفس سرعة الشحن فما في ميزة غير انه مثلا ال type C معروفة انه تنحط بالطرفين اعطالها اقل عرفتش لون بس ما انها هالميزة اللي بتخليك تفرق بين الجهازين او تدفع هذا المبلغ مثلا على ال Y9S اذا انت اخذ الجهاز مثلا للبوبجي للالعاب لها الشغلات فالجهاز بيخدمك يعني ما نوعه وسيء واذا بدنا نحكي عن الكاميرات الامامية الكاميرا الامامية بال Y7B جاية بدقة 8 ميجا بيكسل فتحتها 2.2 ميجا بيكسل بتصور بدقة Full HD 30 فريم بينما ال Y9S بتجي بوب اوب يعني الكاميرا بتطلع من داخل الجهاز بدقة 16 ميجا بيكسل بس بتصور بدقة Full HD 60 فريم بالثانية فعليا الكاميرا اقوى بال Y9S بس في ناس كتير اشتكت من موضوع ان الكاميرا بتطلع من قلب الجهاز ما حبوها كميزة يعني رغبوا موضوع الكاميرا الموجودة داخل الجهاز وهي كانت باول مرة شفناها بال S10 بالسامسونج بعدها نزلت بال هواوي صارت موجودة بالشاشة فكانت كتير حلوة هي الميزة ببداية 2020 وما قبل 2020 بجهزة ال S10 وال S10 Plus كانت الكاميرا بقلب الشاشة فكانت كتير رائعة نشوفها كلها حلوة فصارت مشاكل الناس اشتكت من موضوع Y9S انه عم تطلع الكاميرا مرات تكون عم تلعب ببجي انت بحدا بيتصال فيك تليفون تطلع الكاميرا من قلب الجهاز مثلا مكالمة فيديو فشي سيئ بهذا الموضوع الناس لم يحبت الكاميرا بس من ناحية الدقة لا كاميرا Y9S دقتها اعلى دعنا نعمل ملخص للمقارنة بنهاية الفيديو وشو الأفضل بقلب اثنين يعني Y9S في ميزة انه الكاميرا الامامية اقوى الاطار الامنيوم شحن تايب سي الرام 6 وزاكرة 128 بينما ال Y7B يأتي كاميرا داخلية امامية بدقة 8 ميجابيكسل الجكت الشحن عادية الرام 4 وزاكرة 64 طبعا حجم الشاشة اللي هو 6.39 بال Y7B بينما 6.59 بال Y9S ودقة الشاشة اللي هي 1080 بيكسل مع دقة شاشة Full HD هالشغلات الموجودة بين الجهازين تدفع انت عليها 80 دولار زيادة برأيك موضوع ما معرف بيرجاع انا ما بشوف كتير فرق للناس اللي حابة تاخد جهاز متوسط لانه صار الكنن 710 يعتبر معالج قديم فما بيستاهل انك تدفع مثلا سعر 225 دولار و 230 دولار على جهاز Y9S مثلا كرمال هذا الشي فيك تاخد ال Y7B ممكن تستعمله والببجر سيعطيك تقريبا نفس الاداء موضوعا ما سيفرق كتير بين ال 4 و 6 طول ما انه المعالج قوي وحدة المعالجة المركزية اللي هي GPU نفسها ودقة HD يعني ما انها هالكتير تفرق معك كل هالاد بالدقة يعني فما بتوقع 80 دولار رقم كتير كبير يعني لو كان ممكن الرقم اقل اكتر من هيك مثلا يوصل لل 125 دولار الفرق بين الجهازين يعني او مثلا اذا كان الفرق اقل يعني مثلا لل 50 دولار مثلا او 25 دولار لا ناخد و 9S ناخد تايب سي ناخد دقة شاشته احلى هو فرق 25 دولار 30 دولار بس يوصل الفرق لل 80 دولار فتوقع كتير صار الفرق بين الجهازين فالافضل الموضوع بيرجع لك انت شو بتحب بتحب موضوع الالوان بالشاشة تحب حجم الشاشة بتحب ميزة الكاميرا تطلع من فوق بتحب انه الجهاز يكون اليمنيوم و بلاستيك من ورا عفوا زجاج من ورا ولا بتحب ال Y7B اللي هو الارخيص او حسب انت شو راسم او حاطت بج لك يعني لانك تشتري جهاز ممكن يعني امكانياتك ما تكون خوية تكون كذا فهذا بتوقع ال Y7B هو انسب جهاز بهذا السعر نشوفكم بخير